دلوقتي أسوري ومكمل مع نادي الزمالك او مش مكمل؟ بص يا كريم خلينا اجيب لك الموضوع من الاو في الحال في مشكلة او في مشكلة واضحة للكل مش محتاجة معلومة ولا رأي ولا خبر في واضح في الملعب ان نادي الزمالك عنده مشاكل مع اثر سواء مشاكل فنية او مشاكل في التعامل في ادارة المباريات او في القايمة او في الاختيارات في اختلاف حاصل مع الجهاز المعامل في وجهات النظر كنت انا معاك من اسبوع قبل امبراب برامنز قلتلك التشكيل واحد اتنين تلات اربعة والراجل تفكيره انه عايز يبدأ بايشو ونمار التشكيل اللي اتفق عليه مع الجهاز المعامل فيه شالاب ونضاي بس هو عايز يبدأ ايه بايشو ونمار ومفروض انه اتفق خلاص على شالاب ونضاي تاني يوم صحيحنا لانه هو بيلعب بايشو ونمار يعني معنى كده انه هو مخدش برأي جهازه المعامل طيب انت مخدش برأيهم ليه مخدش برأيهم رغم انك اتفقت معاهم يعني انت اتفقت عملت اتفاق كريم مع حد على عقد معين او شكل معين في الادارة الفنية فغيرت طب ليه مقلتلهمش مثلا او اتناقشت معاهم في التغيير لان اللي حصل ان اثوريو اصلا مكنش موجود في المعسكر صح لا صح ايه اثوريو مكنش موجود في معسكر الماضش اصلا صح هو مصامة لا مش المعسكر اللي قبل المباراة باسبوع اللي هو كم معسكر لا معسكر ليلة المباراة معسكر ليلة المباراة ولا ذا ما ينفعش هم بيكلمك عم behavior 일반 ليلة المباراة ايه عن فاكرة كنت بتكلم على الم Fly Blik اه ايه عشان كلم على basketball ليه بيقولك ايه صح اللي صح لا مشيقك ليه موجود في معسكر ليلة المباراة احساي وقلي تجسر عيد من الأول عشان لو حد راح مننا نرجع تالي يعني أسوريو معسكر ليلة المباراة مكانش موجود؟ لا مكانش موجود كان فيه؟ تب تتكلم بس عن مباراة بيرامدز اه لو مباراة المقاولين عادي لا انا اصد لا اصد عشان ناس تنعرف عني مباراة باشا سواني بس ما تاخدش الكلمة وتجري هو ما كانش موجود في المعسكر في مباراة بيرامدز والمقاولين؟ هو قال لهم كالتالي في مباراة بيرامدز خلانا ناخد الموضوع عطلا ما اتكلمنا عن إيش ونمار وشرب ونضاي وان فيه اتفاق واللي اتفاق اتغير وسطاني يوم المطش هو لعب باللي هو كان عايز يلعب به وما خدش برأي حد نتكلم بقى ماشي في التفاصيل اللي حصل كالتالي هو قال لجهاز المعاون انا مش هادر اكون موضوع ان والدتي يعني تقريبا عنده مشكلة في القلب فانا مش حابب بقى متوتر داخل المعسكر في التوتر يتنقل للعيبة فانا مش حابب بيبان علي اي توطر او انفعالات ماشي ده اللي هو قال لنص ماشي رأيي الجهاز المعاون في الزمال كان عكس كده انه اسوريو عنده مشاكل مع لعيبة من موضوع شقارتة صلار انه شايف بعض اللعيبة بتصرف بعدم بسؤولية بعدم بسؤولية في التوقيت ده فشايف انه هو مش حابب يتكلم معاون دلوقتي وانه هو يغض قرات مشكلة الجهاز المعاون مع اسوريو لأ انت خد القرات في وجه اللاعبين يعني ما تقررش مع نفسك تعال اقول لي فلان وفلان انت مش منضبط انت مش ملتزم او انت مش على قد المسؤول هي الفكرة انه هو شايف انه في بعض الناس من اللعيبة الكبار مش على قدر المسؤول ففكرته انا هدخل للناشئين فالجهاز هو قال له لا هي ماشي تدخل للناشئين بالشكل ده احنا كده بنحرق كروت ايشو ده لعيب مهم جدا للنادي ومستقبل للنادي زمالك ده رأي الجهاز المعاون بس ما بدقوش اساسي في مواتش برامد ايه نفس الكلام سيد نمار من اللعيبة اللي كانت ساهمت في بطولة الدوري اللي خدها الزمالك في سنة قبل الماضية يعني فمن اللعيبة اللي خلاص بيتركائز بس مندفع به في المباريات بشكل يظهره مش يحرقه لو اعتمدنا عليهم بشكل اساسي مش هيقدروا يشيل المرحلة ده شلبي قد المستقبل كويس النضايب يتحسن فدول يبقوا الركيز اللي بنعتمد عليهم في الخط الامامي لو سيف الجزيري كان عندهم مشكلة في الفلوس ايه المشكلة انه هي کیبئك موجود في النب入 يعني سيف الجزيري ان inclutني سؤال واضح وصريحة المرحلة الفات قلت لي هو طلب يخرج قلت لي في لعبة بتطلب لما يبقى عندها مشكلة انها ما تبقاش موجودة انت سألت لي سواال واضح قلت لي سيف انه سيف ما طلبش بس سيف كان واضح انه مش مركز في الحكاية سريو اللي شايف انه مش مركز في الحكاية قلت لك المدير الفني شايف انه مش مركز ففضل استبعاد ممكن ألمي بس معك ألمي معك عشان أجمع دلوقتي أسوريو ما كانش موجود في المعاصقة بتاع مبارد بيراميز والمقاولين صح أو الغلط مظبوط لتنين أسوريو ما كانش موجود في المعاصقة بسبب مرض والدته ولا أسوريو بسبب مصلته مع اللعيبة ده اللي قاله أسوريو إنه بسبب مرض والدته معلوماتك إيه معلومات أنا مش معلومات أنا أنا بنقل لك الرأي اللي أنا بحاول أجمعه اللي حصل في تمرين النهاردة إن الموضوع اختلف بقى إيه بقى أسوريو قعد مع جهازه الجهاز قال له أنت عندك مشاكل مع بعض اللعيبة في واحد اين ثلاثة كان منفترض نقعد معاهم ونعمل جلسات معاهم ونهيق اللعيبة دي إن دي مرحلة حساسة وعايزين نعديها مع بعض مشكلة المستحقات اللي كانت منتصدرة دايما هي تحلت معظم اللعيبة خدت فلوسة لأجانب بتاخد فلوسة الأمور مشيت فالمشاكل اللي كانت منتصدرة إن ناتي الزمالك عنده مشاكل في الفلوس دي ما بقتش موجودة فمن الأفضل إن احنا نقعد معا اللعيبة كلها ونتكلم لو إحنا عندنا مشكلة مع واحد اتنين تلاتة عشرة إنه هو مش على قدر المسؤولية بتاعت المرحلة لأ لها تلتزم وتقدي أفضل ما عندك لأ لأنت بش موجود في الفريق فبالتالي النهاردة حصل جلسات دلوقتي معلش أكد على ديها عمر بس تبقى متأكد منها مليون في المية لعيبة ناتي الزمالك ما عندهاش أي مشاكل في مستحقتنا ما فيش مشاكل في حاجة خلاص كريم خلاص العمال الموظفين لا أقصد عشان عشان إحنا ما بنطلع أنا ما بقولك اللعيبة بقى لا عشان ما بندي العزل اللعيبة إنه قولي إنهما بيشتغلوا في ظروف صعبة دلوقتي إن فيه ظروف صعبة فيه ظروف صعبة جريم إنت لو متأخرك في مرتبك هنا شهر أو شهرين مش يبقى عندك ظروف صعبة آآ اللو متأخر لك ثمان شهور هقدر إنك عندك ظروف صعبة اللي اللي يا أخي يا أمني أنت جايب دلوقتي تتسايلني معك يتخلص عليك ما لكش دعوة بي إحنا يا أمني